لربما سمعتم من قبل عن السكتة الدماغية وهي فقدان سريع في وظائف الدماغ نتيجة خلل في وصول الدم إلى الدماغ هناك نوعين للسكتات الدماغية النوع الأول هو السكتة الدماغية الإفقارية والثانية هي السكتة الدماغية النزيفية هذان هما النوعين الرئيسيين أولاً تحدث السكتة الإفقارية نتيجة نقص تروية بعض أجزاء الدماغ وهي بذلك تشبه طريقة حدوث النوبة القلبية الفرق الوحيد هو أن نقص التروية في السكتة الدماغية لا يحدث في أحد الشرايين التاجية بل في أحد الشرايين المغذية للدماغ افترضوا أن هذا هو أحد الشرايين المغذية للدماغ هذا هو اتجاه حركة الدم تشكلت جلطة دموية في هذا الجزء من الشريان والتي لربما تشكلت نتيجة تراكم اللويحات وحدوث فتق فيها بغض النظر عن طريقة تشكلها فهي تعيق جريان الدم يمكنكم أيضاً تسمية هذه الكتلة بالخثرة أو الخثار بسبب تلك الخثرة لن تحصل أجزاء الدماغ الموجودة بعد هذا المكان على الأكسجين مما يسبب موتها وعند انقطاع الدم كلياً في أحد الشرايين تسمى هذه الحالة بالاحتشاء ولهذا تسمى السكتات الدماغية أحياناً باحتشاء الدماغ يجدر أيضاً التوضيح أن أغلب السكتات الدماغية هي سكتات دماغية إفقارية حيث تبلغ نسبتها 87% قد تحدث السكتات الدماغية أيضاً بسبب وجود صمى في أحد الشرايين المغذية للدماغ والمقصود بالصمى هو أي جسم أو كتلة تتحرك مع حركة الدم والتي ينتهي بها الأمر بسدها للشريان كلياً كما قد يتشكل أحياناً ما يعرف بالصمى الخثارية وهي عبارة عن انفصال جزء من الخثرة الملتصقة بجدران الشريان ومن ثم تتحرك مع الدم وسميت بالصمى الخثارية لأنها انفصلت عن خثرة ومن ثم تسببت بحدوث انصمام في أحد الشرايين وعليه فهذا الشكل هو صمى وهي تعمل على قطع الدم عن بعض أجزاء الدماغ مما قد يتسبب باحتشاء بعض مناطق الدماغ وموتها وعند موت بعض خلايا الدماغ يحصل فقدان في الوظائف التي كانت تلك الخلايا مسؤولة عنها يصعب في بعض الأحيان ملاحظة حدوث السكتة الدماغية وتسمى عندها بالسكتة الصامتة ولكن رغم عدم ظهور أي أعراض خارجية إلا أنها تلحق درراً بالدماغ وقد تسبب موت الخلايا انتقلوا الآن إلى السكتة الدماغية النسفية وكما هو واضح من اسمها ما يحدث هو تعرض أحد الأوعية الدموية إلى فتق أو ثقب نتيجة ارتفاع ضغط الدم أو غيرها من عوامل الخطر يتسبب حدوث فتق في الأوعية الدموية بتسرب الدم في أجزاء الدماغ المختلفة بشكل لا يمكن التحكم به فلو حدث الفتق هنا سيتسرب الدم إلى بقية أجزاء الدماغ مما سيحدث خللاً فيها أو قد يتسبب بموتها بالإضافة إلى ما سبق فإن خلايا الدماغ الموجودة بعد موقع الفتق لن تصلها كمية كافية من الدم فأغلب الدم بدأ بالتسرب وبما أن 87% من السكتات الدماغية هي سكتات إفقارية فالنسبة المتبقية هي السكتات النسفية أي 13% وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية الدرس ترجمة نانسي قنقر